طرح شهادة الدخار من البنك الاهلي بعد 20% بعد قرار المركزي مع الحقيقة والعصار المترتبة على قرار البنك المركزي وخبر بعنوان عاجل ورسميا رفع سعر الفائدة على هذا النوع من الشهادات اهلا بكم اضعوكم من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك طرح شهادة الدخار من البنك الاهلي بعد 20% بعد قرار المركزي مع الحقيقة والعصار المترتبة على ذلك منذ اعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 2% خلال اجتماع لاجنة السياسة النقدية الاخير يوم الخميس 19 مائة 2022 ويتسهل جميع المواطنين عن نية البنوك في طرح شهادات الدخار الجديدة بعائد 20% وذلك بعد انفاجأ بنكي الاهلي ومصر المصريين باصدار شهادات وداع جديدة بفائدة 18% عقب قرار المركزي بزيادة السعر الفائدة بواقع 1% في 21 مارس الماضي 2022 ولقى هذا القرار استحسان ملايين العملية حيث تم اداع 600 مليار جنيه في الشهادة بالاتينية بالبنك الاهلي وشهادة طلعة حرب في بنك مصر فما قيمة طرح البنك الاهلي شهادة الدخار بعائد 20% هذا ما سنوضحه في الفقرات التالية هل يطرح البنك الاهلي شهادة الدخار بفائدة 20% لم يتم الاعلان حتى الآن عن طرح شهادة اداع جديدة بعائد 20% سواء من البنك الاهلي او البنوك الاخرى كما تكاهن البعض ومن المرجح ان تستمر البنوك على شهادات 18% التي تم طرحها مؤخرا من قبل الاهلي وبنك مصر العصار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 2% يذكر ان البنك المركزي المصري اعلن خلال الاجتماع لاجنة السياسة النقدية الرابع السنوي الذي انعقد يوم الخميس الماضي الموافق 19 مايو 2022 زيادة السعر الفائدة بواقع 2% والذي اصفر عن رفع سعر عائدي الاداع والاكراد متون نقطع بصفة اساسية ليسجل ذلك 11.25 كرش في المال الاداع و12.25 كرش على الاكراد مواجهة قرار البنك المركزي الى مصري الاخير على غرار قرار البنك الفدرال الامريكي برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة واضح خبرها الاقتصاد ان قرار المركزي المصري ثم اصداره في توقيت مناسب لمجابعة التضخم الاقتصادي ومحاولة السيطرة على تدعية الصراع الرؤسي الاوكراني الذي يؤدي الى ارتفاع اصعار الوردات مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمار المحلي والاجنبي عاجل ورسميا رفع سعر الفائدة على هذا النوع من الشهادات اعلنت مجموعة من البنوك المصرية رفع سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتقيل لانها ترتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي وذلك بعد قرار رفعها الى 200 نقطة يوم الخميس الماضي واضحة البنوك في بيان لها خلال الساعات الماضية انه سوف يتم العمل بهذا القرار بداية يوم العمل التالي لتغيير سائل الاداعة المطبق في البنك المركزي مشيرا ان هذا القرار سوف يتم تطبيقه على العملاء الذين يتملكون هذه الشهادات او الجدد الذين سوف يقوموا بشراء خلال الفترة الحالية وعشارة البنوك انه سوف يتم البدء في اعتساب عائد الشهادات ذات العائد المتغيري من اليوم التالي الذي يقوم فيها المواطن بشراء هذا النوع من الشهادات اشتركوا في القناة